سيد فاضل أبو رغيف تعتقد انفجار الأوضاع في سوريا يتناغم مع ما طرحه النتم ياهو بمشروع الشرق الأوسط الجديد المقدمات ستكون من هنا ولديها انعكاسات أخرى على المنطقة وبضمنها العراق اسرائيل ستنفرد في غزة وفي الظرفة الغربية وقد يكون من المحتمل جدا في ظل هذه التقاطعات أن تهجر الظرفة الغربية اسرائيل ستنتقل في صفحة أخرى بعد أن توفرت لها الأسباب في سوريا هكذا بدأت بلامح الشرق الأوسط الجديد الذي قال عنها النتنياهو يعني الساد نجم اليوم هناك ربط وربط عسكري قد يكون هذه المرة ليس ربطا سياسيا اليوم الإرهابيون قبل حوالي ساعات من الآن هم على مشارف حماة بمعنى يعني هناك بلدتي الصواعق والمزارب هذه البلدتين تم احتلالهم وتم السيطرة عليهم من قبل المجاميع الإرهابية وهذه قريبة من حماة وهي تعد بمثابة البواب الرئيسية التي منها سيدخلون إلى حماة إذا استولوا على حماة وسيطروا عليها فهذه ستبدأ أولى تكهنات النتنياهو بتنفيذ مآربه التوسعية وتنفيذ المخطط الذي يسير له لذلك هو بدأها بصفحة غزة وأردفها بلبنان ليقوم بالصفحة الثالثة في سوريا ولا أريد أن أقول من هي الصفحة الرابعة حتى لا نصاب بوعكة وإحباط وخيبة أمر الآخرين يقولون العراق الصفحة التي تليها لا سهل نستحملها يا سيد حتى نهيها لا لا العراق لا لا استاذ نجم العراق الآن في الوقت الحاضر يحظى بحظوة وتأييد من قبل دول المنطقة اليوم هناك علاقات متينة ورصينة بين العراق وبين المملكة العربية السعودية وتم يعني تنمية هذه العلاقات بصورة آصرية عالية جدا اليوم هناك دعم من قبل الإمارات للعراق هناك اليوم دعم مصري هناك اليوم دعم إيراني سيد أنت رجل عاقل وأكاديمي بريطاني وأمريكي هذا لا يكفي هذا الدعم تعودنا عليه لكن هذا لا يمنع القوى الكبرى من تنفذ مخططاتها تعرف ليش يكفي أستاذ نجم تعرف ليش يكفي لأن لو تلاحظ في موشور في جردة عاجلة وسريعة ترى إسرائيل على أي دولة تجرأت تجرأت على الدول الضعيفة التي هي تصول بيد جذاء تجرأت على فلسطين وهي دولة معزولة تجرأت على جنوب لبنان لأنها ليست دول تماثم معها زودتها ودعمتها بأسلحة مباشرة تجرأت على سوريا لأن الإرهاب والحروب قد مزقتها لذلك هي لن تتجرأ على دولة رصينة متماسكة ذات سيادة لا تكيف تريد أن تتجرأ على إيران ورغم الظروف لا تتجرأ على إيران لن تتجرأ على إيران لأن التجرأ على إيران سيقحمها في مستنقع قد لا تخرج منه ليس حبا من إيران بقدر ما خوفا على توسيع رقعة الصراع بدليل أن بلينكين وأوستين وقائد العمليات المركزية الأمريكية الوسطى ذهبوا إلى تل أبيب لثنيها عن توجيه ضربة معمقة إلى إيران وهذا ما فعلته الكيان حينما نفذ جريمة وقصف إيران يعني ضربات نوعا ما كانت انتقائية ومحدودة لأن جانب الكيان الصيوني لا يريد أن يوسع رقعة الصراع لأن هذه إرادة أمريكية لأن الإرادة الأمريكية تقتضي بعدم توسيع رقعة الصراع